السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله درس جديد فيديو جديد حول الفعل الصحيح والفعل المعتل في الحصة الماضية درسنا الفعل اللازم والفعل المتعدي والفرق بينهما وضعنا أمثلة على ذلك اليوم إن شاء الله درس جديد الفعل ينقسم الفعل إلى قسمين فعل صحيح وفعل معتل قد ندرس ما هو الفعل الصحيح وما هو الفعل معتل وأقسام كل فعل ونضع أمثلة إن شاء الله ينقسم الفعل إلى قسمين فعل صحيح وفعل معتل ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح هو ما خدت حروفه الأصلية من حروف العلة يعني حروفه الأصلية لا توجد بها حرف من حروف العلة وغتقول لي وما هي حرف العلة؟ حروف العلة هي حرف الوا وحرف الألف وحرف اليا أو الألف مقصورة مفهوم؟ إذن الفعل الصحيح هو الفعل الذي لا توجد في حروفه حرف من هذه الحروف يسمى فعل صحيح والفعل المعتل هو ما يوجد فيه حرف أو أكثر من هذه الحروف يعني الفعل المعتل يتضمن حرف أو أكثر من هذه الحروف نقول في هذه الحالة هذا فعل معتل مفهوم الفرق بينهما إذا الفعل الصحيح لا يوجد به حرف علة والفعل معتل يوجد به حرف أو أكثر من حروف العلة لنتطرق إلى الفعل الصحيح وأنواعه أو إلى كم ينقسم الفعل الصحيح الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاث أقسام هناك فعل سالم، فعل مهموز، وفعل مضاعف سنشرح كل فعل على حدة ما هو الفعل السالم؟ الفعل السالم هو ما خلت حروفه من الهمزة والتضعيف يعني الفعل السالم ما كان وجدوش في الهمزة وما كان وجدوش في كذلك التضعيف نقول التضعيف بنوعي، عادي نشوفوا أنواع التضعيف هنا مثلا كتابة لا توجد فيها همزة ولا يوجد فيها تضعيف شاربة، رسامة إذن هذه كلها تسمى أفعال سالمة الفعل السالم ضمن الفعل الصحيح، هل هو فعل صحيح؟ غير أن الفعل الصحيح في ثلاثة الأقسام كالقسم الأول هو السالم، ما كان وجدوش في الهمزة وما كان وجدوش في التضعيف المهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، يعني الحروف دياله الأصلية مثلا أكالة، هذه الأمزرة أصلية ما نقدرش نستغنى وعليها الحروف الأصلية هي ما كان نقدرش نستغنى وعليها تتكون أصلية في الفعل لا يمكن الاستغناء عنها إذن أكل فعل مهموز، الهمزة في الأول، سأل فعل مهموز، الهمزة في الوسط، قرأ فعل مهموز، الهمزة في الأخير إذن هذه تسمى أفعال مهموزة، يعني تتضمن همزة سواء في الأول أو في الوسط أو في الأخير ننتقل إلى النوع الثالث وهو الفعل المضاعف الفعل المضاعف مثل شدة، يلاحظوا توجد هنا شدة، يعني إدغام ماذا تلاحظون هنا؟ هنا نرى الفعل الركيز كون من ثلاثة الحروف شد، دا، يعني دال ساكنة ودال مفتوحة إذن هذه الدال الساكنة والدال مفتوحة وإدغمت فحصلنا على شدة، ردة، مدة، سدة، كدة هذه كلها أفعال مضاعفة كنسميه هذا مضاعف ثلاثي لأنك تكون من ثلاثة الحروف وفيه الحرفين الآخرين هما لكرراء الآن الفعل زلزلة هناك من حرف أربعة لاحظوا الحرف الأول والثاني كرراء، نعم، زين، زين، لام، لام إذن هذا كنسميه مضاعف رباعي لأن سجد الحروف الأولين كرراء تعودوا لينا، تكرروا أراقة، أراقة، لاحظوا الراء والقاف لاحظوا هنا الراء والقاف إذن الحرفين الأولين كرراء كذلك إذن هنا نسمي هذا مضاعف رباعي وهذا مضاعف ثلاثي لأنك تكون من ثلاثة الحروف والحرف الأخير كرراء مرتين لأنك تلقوا الشدة يعني هذه الحرف مرتين معاوذ الحرف كتكون الدال الأولى ساكنة والدال الثانية مفتوحة مفهوم؟ إذن هذه هي أنواع الفعل الصحيح الفعل الصحيح ثلاث أنواع إما سالم أو مهموز أو مضاعف لننتقل الآن إلى الفعل معتل الفعل معتل ينقسم إلى خمسة أقسام سندرس كل قسم أولاً، القسم الأول أو النوع الأول هو المثال الفعل مثال المثال، ماذا قلنا أولاً على فعل معتل؟ هو ما كان أحد حروفه حرف أو أكثر من هذه الحروف من حرفة من الكلمة الحروف التي تجمع في كلمة واي يعني المعتل كان وجد في الحروف الأصلية دياله إما الواو، الأليف، أولياء، الأليف مقصورة أو حرفين المثال المثال هو ما كان أول حرف علة المثال هو الحرف العلة التي يكون في الأول مثل وعدة، وقف، يأسا لاحظتم؟ هاي وعدة هذا الحرف أصلي من قدروا نستغنوا عليه ونقولوا عدة إذن الحروف الأصلية تكون أحدها حرف علة أو أكثر إذن وعدة، وقف، يأسا هذه أفعال أولها حرف علة إذن هذا فع المثال الفع الأجوف هو ما كان وسط حرف علة مثلا، نال، ضحد الألف، هاي الألف نال، سال، قال إذن الأجوف ما كان وسط حرف علة الناقص الآن، النوع الثالث هو الناقص الناقص هو ما كان آخر حرف علة مثلا، رمى، ألف مقصورة في الأخير سمى، ألف ممدودة جرى، ألف مقصورة إذن هذه أفعال آخرها حرف علة إذن نسمي هذا الفعل فعل ناقص الآن لفيف مفروق من مفروق نفهم أن جاءت من فعل فرقة إذن هنا وشا، لاحظوا حرف العلة في الأول وفي الأخير مفترقة يوجد بينها حرف صحيح إذن هذا الفعل نسميه لفيف مفروق لأنه يتضمن حرفين من حروف الإلة ولكنها ليست متتالية، ليست متتابعة ولكن يفرقها حرف صحيح وشا، وعا، واللا لاحظتم؟ دائما حرف العلة هنا يعني مقرونة فيما بينها مثل كاوا، لاحظوا الوا تليها ألف مقصورة ناوا، الوا، ألف مقصورة راوا، لاحظوا هناك حرفين من حرف العلة ولكنها مقترنة يعني الأولى تلي التانية تتبع، التانية تتبع الأولى متتالية، متتابعة إذن ماذا يمكننا القول بأن الفعل المعتل ينقسم إلى خمسة أقسام؟ فعل متال، أجواف، ناقص، لفيف مفروق، ولفيف مقرون مفهوم؟ إذن لكي يتضح لنا الأمر جيدا سنضع تمرين تطبيقي إن شاء الله التمرين هو كتالي سنضع خطا تعتى الفعل في هذه الجمل ونذكر نوعه نبدأ بالجمل الأولى اشترى والدي سيارة جديدة أين هو الفعل؟ هو اشترى اشترى يتضمن ماذا حرف من حرف العلة في الأخير إذا كان الحرف في الأخير نسميه ماذا؟ فعل ناقص ماذا نسميه؟ فعل ناقص لأنه معتل الآخر يعني الحرف العلة يوجد في الأخير لاحظتم؟ إذن اشترى فعل معتل وهو ناقص يعني نوعه ناقص لننتقل إلى الجملة الثانية عوى الذئب في الوادي عوى الذئب في الوادي الوادي اسم ليس بفعل مفهوم؟ هذه الياءة للإسم ليس للفعل إذا الفعل هو عوى عوى يعوي إذن هذا فعل يتضمن كم من حرف العلة؟ حرفين الوا والألف المقصورة في الأخير هذه الحرف متتالية إذن نسميه لفيف مقرون لفيف مقرون مفهوم؟ المثال الثالث وقف الطفل على الشاطئ الفعل هو وقف وقف يتضمن حرف العلة في الأول هو حرف الواو إذن الفعل المعتل الأول يعني توجد بحرف علة في الأول يسمى فعل مثال مفهوم؟ فعل مثال إذن يقول نضح خط على عوى وخط على وقف إذن الجواب هو عوى فعل معتل وهو لفيف مقرون وقف فعل معتل وهو مثال لأن حرف العلة يوجد في الأول نصل إلى الجملة الموالية رموا حجرا في البحر الفعل هو رموا يعني هم رموا إذن الفعل الأصلي هو رمى رمى يتضمن ماذا؟ ألف مقصورة في الأخير يعني حرف العلة معتل آخير نسميه فعل ناقص إذن الفعل هو رمى معتل آخر إذن فعل ناقص إذن ننتقل الآن إذن هو رمى فعل معتل ناقص ننتقل إلى الجملة التالية وهي يقول المشاهد الحق الفعل هو يقول في المضارع أصله قال إذن قال ماذا نلاحظ؟ توجد حرف علة ولكن أين في الوسط؟ إذن هذا فهو فعل أجوف دعون تحكي الجدة القصة الفعل هو تحكي فعل مضارع فعل ماضي هو حكا حكا توجد حرف العلة في الأخير إذن فهو فعل ناقص يعدون بمهارة الفعل هو يعدون يعدون جاءت من فعل عدة عدة ماذا تلاحظون؟ هناك تضعيف إذن هذا فهو فعل تلاتي إذن مضاعف تلاتي إذن فهو فعل صحيح مضاعف تلاتي زقزق العصفور فعل زقزق فهو فعل رباعي ولكن فهو فعل مضاعف مضاعف رباعي وآخر جملة هي يقرأ الأب الصحيفة الفعل هو يقرأ جاءت من فعل قرأة يقرأ الصحيفة جاءت من فعل قرأة إذن يحتوي على همزة إذن فهو مهموز إذن نقول بأنه فعل صحيح مهموز مفهوم؟ إذن لاحظوا معي جيداً صحيح أتمنى أن تكون قد استوعبت المنطرس وفي الحصة القادمة بحولها أتمنى أن تكون قد استوعبت المنطرس جيداً وفي الحصة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر